المتفضل على عباده جميعا بإرسال رحمته المهدات إليهم أجمعين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين حضرات السادة والسيدات حضرات الشيخ وكيل الدعاة الشيخ محمد الأمين إبراهيم ياس أصحاب السماحة والفضيلة المشايخ والعلماء ضيوفنا الكرام أحباب الشيخ أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام معطر بأريج هذه الذكرى العظيمة ذكرى مولد نبي الرحمة ورسول الهدا عليه أذكاء صلوات الله أذكاء صلوات الله وسلامه أهنئكم بهذا العيد المجيد وأرحب بكم في مدينة الشيخ معقل الأمن والهدا وأشكركم على شد الرحال وحمل عصر تسيار لمشاركتنا هذه الفرحة العظيمة الفرحة برحمة الله للعالمين ومنته على المؤمنين من كانت محبته أصلا لهذا الدين ولا دين إلا بها فقد سبت بالحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يمنو أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وفي الصحيح أنه أخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وقال عمر يا رسول الله لأنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إليه من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر الآن يا عمر هذه هي رب عزتنا هي الغاية التي نحن نحص خطال أنفاسه واللحظات لندركها فليسعى كل منا إلى أن يكون من المحبة بحيث يقول له الحبيب صلى الله عليه وسلم الآن يا فلان أو الآن يا فلان وحسبكم من عظمة شأن المحبة أنها انتشلت عبدا كريما من وحل أم الخبائس فقد شرفه الله بما أو دعا في قلبه من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فاستحق بذلك أن ينتصب الحبيب صلى الله عليه وسلم محاميا عنه مدافعا عن عرده أمام أصحابه وحسبكم من عظمة شأن المحبة أنها تصل بين المحب والمحبوب برباط لا ينفصم فقد ورد بالصحيح أن رجلا قال يا رسول الله مت الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها فقال الرجل ما أعددت لها كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وجاء في الصحيح أيضا أن أنس بن مالك قال فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كنت لا أعمل بأعمالهم وإلى هذا المعنى يشير الشيخ إبراهيم رضي الله عنه خصوري عن الطاعة يجبروا كسره بمتحهمامي فالمحبة لعمل فأحببت طاه المصطفى بطبيعتي قد زاد حبياً بدأ كاملاً رضاه فأحببته مادم تحياً وإنني لي الحب حتى يمسي الجفن مغمضاً أيها الجمع الكريم أيها الأحباب يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحباً بكم وأهلاً وسهلاً على مائدة المحبة في عيد المحبة فعليها نجتمع هنا من أغراق شتاء وقبائل شتاء وأخطار شتاء لا نسب يجمعنا إلا نسب محبة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وأعظم به من نسب وسبب ونحن هنا إذن نلتقي على مائدته لتدارس سيرته الشريفة واستذكار شمائله المنيفة بالتعبير عن الفرح به فإننا لا نأتي بجديد ولا نحدث في الدين ما ليس منه لقد احتفل الكون كله قبلنا بمقدم هذا الضف العظيم من وجل الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم فقد احتفلت به السماء وأهلها حين منعوا الجن والشعاطين من التطفل على خبرهم فنصبوا لحراسة أبواب السماء شهبا تنتظر كل مسترق للسمع احتفلت النار حتى ترمز للجلال فخمدت أدبا وإرغاما لمن كانوا يعبدونها من دون الله واحتفل الماء حين غاضت مياء بحير التساوة تبكيتا لمن كانوا يسيئون استخدام نعمة الماء واحتفلت الحجارة حين أرغمت أنف الأصنام التي كانت تنصب للشرك فانتكست خجلا من خدوم مصباح الهدى وشمس توحيد الله ومعرفته وباب نعمته ورحمته المهدات للعالمين إننا نحتفل بذكرى هذا الحدث كما احتفلت تلك الكائنات ونحتفل بهذه الذكرى امتسالا لأمر ربنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون وأي فضل أعظم وأي رحمة أوسع من نبي الرحمة فشفيع الأمة نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولكي يكون احتفالنا محبة صادقة وطاعة منضبطة بضوابط الهدى الهدي المحمد ولأن المحب لمن يحب مطيع فإنني أدعو نفسي وأدعوكم بهذه المناسبة العظيمة إلى أن نتواصى بتقوى الله ومرافبته لكي نجمع بين الحسنين فيتنور باطننا بنور محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم ويشرق ظاهرنا بجمال الاقتداء والتأسي بحبيبنا صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأفعال والأحوال وفي المقتديات ذلك أن نحذر أن نحذر أن نحذر من من يشوب احتفالنا بالمولد بأي عمل غير مشروع مثل انتهاك المحرمات واتباع الشهوات المزمومة والاختلات بوجه غير شرعي وذلك ما حس عليه الشيخ حيث قال في رسالة مشهورة من أراد أن يكون معي بحاله فليسوك طريقي بالأقوال والأفعال بانتسال الأوامر والتناب النواهي في الظاهر نواهي في الظاهر والباطن والتعطش والتشوق إلى الوصول إلى مرضات الله ورسوله أما من ينتسب إلينا ويرتكب شيئا من مخالفة الشريعة المظهرة الشريفة باقتحام وحرمات وترك المأمورات فاشهد الله واشهدكم أني بريء منه واللهم إني بريء إليك مما سنع هؤلاء فليحذر الذين يخارفون عن أمره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وأوصي كذلك كل الأحباب أينما كانوا بوحدة الصف والتعاون والتعاضد ونبذ شتى أنواع الخلاف وكل ما يوصل إلى التباغد والتحاسد فضرر ذلك على صاحبه أكثر من ضرره على غيره فأهل الله هم الأصفياء مع الله بعملتهم وقلوبهم فلا يرضون أن يرى الله من قلوبهم سوى ما يرضيه ويرضي حبيبه صلى الله عليه وسلم وأساس ذلك صفاء ونقاء القلب تجاه الإخوة بالفيضة والإخوة بالطريقة والإخوة في الدين قال تعالى إن من مؤمنون إخوة وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه أحبابنا أحباب الشيخ أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيب لي في هذا المقام وهو مقام حمد وشكر ونصح أن أجدد الحمد لمستحق الحمد على ما أولى بلدنا هذا وسائر بلداننا من آلائه التي لا تعد ولا تحصى ومن أنه التي لا تحد ولا تستقصى ومنها أن جعل السنغالة بمدينة الشيخ التي نحن فيها وبمدن الإشعاع الروحي الأخرى مشرقا من مشارق الأنوار وقلعة عظيمة من قلاع الملة الحنيبة السمحة وهذا مقام شكر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله نتوجه فيه بالتحية لحكومة السنغال لما ألفته من تعظيم حرمات الله والشكر موصول بشكل خاص إلى السيد الرئيس ماكي صل يذاه الله وخيرا وفقه لما يحب يرضاه والشكر لكل قادة الرأي من مشايح الترق المتصوفة العلماء العاملين والجماعات الإسلامية والسياسيين بمختلف توجهاتهم والفاعلين الاجتماعيين على ما يبزلناه من جهود بسبيل خدمة شعبهم ووطنهم وندؤهم جميعا بالمناسبة إلى الاجتهاد والمصالحة بين السياسة والأخلاق وذلك باحترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيمه السامية ومسله العالية وأود أن أتوجه كذلك بالتحية والشكر إلى دول الجوار وسائر الدول المنطقة والعبر التي سهلت مرور الزوار ليصلوا إلينا معززين مكرمين وهي فرصة للترحيب بجميع وفود الأحباب القادمين من دول الجوار في مقدمتها نجيريا وموريتانيا غنبيا غينيا مالي الجزائر والسودان وكاميرون وشاد انجلترا وأمريكا بوركنافسو فرنسا غينيا ومن دول أخرى كثيرة لهؤلاء الأحباب الذين حضروا معنا ولأولئك الذين حبسهم العزر أقول مرحبا بكم جميعا فالدار داركم والبيت بيتكم وسويداء القلب منا وحط رحالكم تقبل الله زيارتكم ولا ضاعة أقدامكم ولابد من شكر خاص نزجيه لمملكة المغربية الشقيقة لما أعهدنا منها من مؤاذرة خاصة لنا ولكل إخوتنا في الدعوة والزب عن بيضة الإسلام أصد الله أن يجازي الملك محمد السادس ويوفقه ويعينه على ما فيه خير للإسلام والمسلمين كما أن الشكر موصول بأسماء معاني لإخوتنا في المملكة العربية السعودية فيادة وشعبا لما لمسنا منهم من تقدير واحترام وتعاون على أمر أمتنا الإسلامية وخاصة الإخوة في وزارة الأوقاف ورابطة العالم الإسلامي لما جسدوه من الحرص على توطيد عرى الأخوة معنا بالإسلام ووثقوه بما وقعوا معنا من اتفاقيات في سبيل ذلك تحت إشراف وتوجهات الملك السلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان يذاهم الله خيرا ووفقهما وسدد خطاهما وأود أن أغتنم هذه المناسبة لأدعو جميع الأحباب وكل المسلمين إلى بز قصارى الجهد في سبيل نصرة القدس ومؤاذرة إخوتنا في بيت المقدس وإكنا في بيت المقدس تظل قضيتهم قضية حية في نفوس المسلمين حتى يأذن الله بتحرير أولى القبلتين وسائل الحرمين الشريفين من أيدي الغاصبين المحتلين أحباب الشيخي أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من واجبنا جميعا أن نستلهم من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ونتأسى بهديه ونبزل أقصى جهودنا في سبيل إشاعة جو الإخاء وبصر داء السلام في شتى أوطان الأمة وخصوصا في مناطق النزاع بين الإخوة في الدين أو الوطن حتى نضمض جراحنا ونلم شملنا ونستعيد قوتنا ونعيد أمتنا إلى سالف مجزها لتقرب بنا عين نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم ولا سبيل لذلك إلا بالعيش مع صاحبه هذه الزكرى وهذا العيد والتخلق بأخلاقه حتى يكون كل واحد منا يجعل حياته صورة مصغرة من حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم ولا أنهي كلمتي دون إشارة إلى بعض المشاكل المحلية التي تتبحور كما يلي أن البلاد تقدم على مشارف موسم الحصاد الزراعي لهذه السنة بعد جهد جهيد من السادة المزارعين وندرك يقينا أن السلطات الحاكمة للبلاد تولى اهتماما بالغا تولي اهتماما بالغا وعناية فائقة وتبزل جهودا مطنية وجبارا لمساعدة هذا القطاع المهم في اقتصاد الوطن وهذه الشريحة العريضة ممن ينشطون من الشعب السنغالي بإصلاح الأراضي وزراعتها وهم يشكلون نسبة مقدرة في سوق العمل السنغالية ويسهمون بشكل مباشر في تنشيط الحالة الاقتصادية للبلاد والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي للوطن والمواطنين وعليه ندعو السلطات إلى بز مزيد من الجهد في العناية بهذا الموسم الحصادي الذي يعلق عليها المزارعون آمالا كبيرة كما ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك بالحرس والنسل ويديم نعمه علينا ظاهرة وباطنة ويلهمنا شكر آلائه ونعمائه حتى يكون مردوده رابحا ومفيدا لهذه شريحة المقدرة ولسائر أبناء هذا الشعب الكريم المعطى حتى يتسنى له سد باب الهجرة غير الشرعية والارتماء إلى أحضان المجهول وما فيها من أخطار جسيمة على النفس والمال من خيرة الشباب بهذا الوطن ولا سبيل للسلامة من هذه الأخطار المحجقة والحفاظ على كرامة الإنسان لضمان عيش له ولمن يعول إلا بالعودة إلى إحياء وإصلاح الأراضي والعناية بها حالة السياسية والاجتماعية المشحونة حاليا بساحة الداخلية قد بلغت أوجها والبلد يقبل على استحقاقات سياسية مهمة تزطلب منها معشر السنغاليين الغيرين على بلادهم الدعوة إلى التكاتف والعمل لأجل الاستقرار وسلامة هذا الوطن الغالي علينا جميعا والزود عن حماه والحفاظ على مقدراته وعلى الإنجازات الدينية والاجتماعية والسياسية السلمية والتي حققها عبر تاريخه المجيد توجه أكثر من أربعة ملايين من أبنائنا وبناتنا إلى قاعات الدرس هذه الأيام والتي تشهد فيها البلاد انطلاقة السنة الدراسية مع صعوبات جمة في نقص الحاد للكادر التعليمي الجيد والبنيات التحتية اللازمة للمؤسسات التعليمية إن شهدت طفرات مقدرة بفضل مجهودات الحكومة إلا أنها في حاجة ماسة إلى عناية خاصة لأنها يتوقف عليها مستقبل شباب هذا الوطن بالتربية والأخلاق خاصة القيم الدينية التي نحن في أشد ما نكون من الاحتياج إليها قبل التعليم والتكوين المهني في تخريج جيل عالم ومسقف ومهني يستجيب للازم من متطلبات العرض والطلب للسوق تلبية لاحتياجات ضرورية لبناء وتنمية الوطن الكوارث الطبيعية ممثلة في الفيضانات التي تعرضت لها بعض مناطق البلاد جراء الأمطار الغزيرة المسجلة خريفة هذه السنة وهي في الحقيقة نعمة عظيمة من نعم الله علينا نسأل الله أن لا يحولها إلى نقمة تضيق بها حياة العباد ونجأ السلطات إلى مزيد من الوقوف مع المتضررين وإغاثتهم ومجهد العون لهم وكل من له القدرة على إغاثتهم فهي مسؤولية علينا جميعا وسوابها من الله سبحانه وتعالى كما أمرنا صلى الله عليه وسلم بأن سنائع المعروف في إغاثة الملهوف غلاء أسعار المواد المعيشة بالصورة واحشة وضيق ذات اليد لشريحة واسعة من الشعب وإنه لا يخفى علينا حرص واهتمام الحكومة المنصوبة مؤخرا في وضع مواجهة الغلاء الباحش ومحاولة تخفيف الأعباء المعيشية على كاهل هذا الشعب المعتاء المجد في تحصيل قوت يومه والمشاركة في بناء تنمية وطنه في مقدمة مهمتها وأولياته الكبرى مجارة مع مقتضيات العصر الحاضر ورغبة منها في تجديد علاقة الحضرة مع المنظمات والمؤسسات والهيئات الإسلامية العالمية لمزيد من الفعالية في إطار العمل الإسلامي المشترك وعملا بقول مولانا الشيخ أحمد التجاني بسير زمان كسر قررنا إحياء اتحاد الإسلام الإفريقي الذي قام بتأسيس مولانا فضيل الشيخ الإسلام الحاج إبراهيم يسرد الآن وأرضاه في بداية السبعينات من القرن الماضي والقصد من تفعيل هذا الاتحاد المذكور في وقتنا الحاضر هو السير على خطى مؤسسه وخلفائه الكرام والاقتداء به وبهم رضي الله عنهم والاستعداد التام لما نستقبله من أعمال عينية وثقافية واتماعية والاتحاد المذكور جمعية تهدف منذ إنشائها إلى خدمة الإسلام في إفريقيا وبالأخص في سنغال وإلى تسهيل سبل التقارب بين المسلمين في جميع دول العالم وتقوم بتشجيع التعليم الديني لمسلم القارة وتكوينهم من أجل غرس روح التفاهم والوفاق والتعاون بين أفراد الأمة الإسلامية كما ورد في النظام الأساسي لها والجدير بذكر أن هذا الاتحاد جمعية تحمل طابعا تربويا وتعليميا وسقافيا محضا ومقرها مدينة كولخ المحروسة من كل سوء بإذن ربها فإعادة هذه الأهداف السامية وتحقيقها أصبحت من الضروريات الملحة نظرا لما يجد ويجد من أحداث مواكبة لهذا العصر الراهن وبعد مشاورة مع سلطات المعنية وأصحاب السعادة والسماحة من أعيان هذه المدينة وكثير من المنتمين لهذه الحضرة من مختلف الدول وبعد أن حملت مسؤولية الرئاسة العامة للاتحاد فوني خليفة لهذه الحضرة يتحتم علينا إعلامكم بأنه أولا تم اتخاذ قرار على اختيار الأشخاص الآتية أسماءهم أعداء في مجلس إدارته إمام الشيخ تجاني علي سيسة إمام مسجد الجامع نائبا لرئيس الاتحاد بسلام إفريقي الشيخ محمد الأمين إبراهيم يس نائبا لرئيس الشيخ محمد القريشي الشيخ إبراهيم عدوا في المجلس الإداري الأمين العام لاتحاد مجالس برلمانات دول العادة بمنظمة التعاون الإسلامي الشيخ محمد عبد الملك الشيخ إبراهيم يس المشرف العام على جائزة الشيخ إبراهيم لحفظه وتجويد القرآن الكريم كما تم اختياره ابننا البارد سيد أستاذ بابا كار عمر ين أمينا عاما للاتحاد الإسلامي الإفريقي يدير مكتب أمانته العامة وأعداء متعاون معه وسوف يتم الإعلان عن أعداء المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد المذكور والهيئات التابعة له خلال الأيام المقبلة وذلك بعد التشاور مع المعنيين بالأمر إن شاء الله ثانيا قد اتخذنا قرار إطلاق إدارة أعمال الكبرى لمجتمعنا هذه الحضرة الإبراهيمية الكبرى من حيث نسبة النسمة بتداد زوارها في جميع المواسم الدينية على مدارسنا ولم تعد تتحمل بنياتها التحتية ومرافقها العامة أعداد الضيوف الوافدة إليها من جميع أحاء العالم ومن أجل تزويدها ببنيات دحتية حديثة معاصرة وجديرة بمستواها وباسم مؤسسها مولانا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه عنها به أرضاه ولإنجاح هذه المشاريع قررنا تعيين سيد إبراهيم ياس بايسيس معروف بايسيس رئيس شركة سيس كو مسؤولا عن أعمال والمشاريع الكبرى للحضرة وهم معه من المعاونين من أبناء هذه الحضرة من الخبراء والمتخصين ومن يراه مناسبا لإنجاز هذه المهمة ذلك لأجل التعاون في تنمية وتعمير مجتمعنا وقد فوضنا إليهم تنفيذ الخطط ودراسات وكافة الخطوات اللازمة لتحقيق مشارعنا ولذلك أتمنى لهم جميعا التوفيق والنجاح في هذه المهام النبيلة ويشجعهم على المثابرة على العمل في خدمة مجتمعهم وأبناء وطنهم هذا والله نسأله في هذه الليلة المباركة وبحق هذه الذكرى العطيرة أن يغمر قلوبنا وقلوبكم جميعا بمحبته ومحبة حبيبه وبمراقبته وأن يستعمل جوارحنا وجوارحكم في طاعته وأن يبارك فينا وفيكم ويغضق علينا وعليكم من الخيرات والنباحات والفتحات الحسية والمعنوية وأن يحقن دماء المسلمين ويفرج كروبهم ويلم شعسهم وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويقلع فيه العصاة عن المعاصي وأن يوفقنا لخدمة الإسلام والمسلمين وأن يكلل سائر مساعنا بالنجاح التام ويتقبلها منا قبولا حسنا ويجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما والله نسأل أن يجمع شملنا بكم عاما عاما بعد عاما على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسان حالنا قول الشيخ ما قد أبت خائبا من ربي بل كل ما أبت شكرت أوبي هذا وكل منه أنتم بخير والسلام عليكم الشيخ محمد الماحي إنيس خليفة صاحب الفائد رئيس العام للإتحاد الإسلامي إفريقي هذا في غطل خلافة بخانا قد تسوتي لنكويل غطل مويلاتر بي أخمنا موم لسرين بي الخليفة الشيخ محمد الماحي بند مو جمجي حضربي جمجي تالبيي جمجي غني جمجي 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 جمجي